كنا نتكلم مع حضراتكم في أول حلقة عن منتخبنا الوطني لكرة اليد والأداء البطولي اللي بيعملوه في كاس الأمم الأفريقية اللي بتقام على أرض بلدنا من يوم 11 ليوم 18 الشهر ده ومنتخبنا خلاص وصل للنهائي المباراة النهائية هتكون بكرة أمام كامبيردي للأول مرة بيتأهل ويوصل للنهائي عشان كده بنقول أنه مصر وش استعد على كامبيردي وحصل تطور كبير في هذا المنتخب لكن احنا إن شاء الله بنأمل أنه منتخبنا الوطني يعني يحصد النجمة التمنى الأفريقية حنتكلم بقى بالتفصيل مع كابتن حسام غريب نائب مدير بطولة أفريقيا ورئيس اللجنة للمسابقات بالبطولة مساء الخير عليك يا كابتن وببارك لحضرتك طبعا على النتائج المشرفة اللي محققها منتخبنا الوطني لكرة اليد ويمكن نبارا وإحنا عن الهوى يعني ساعدنا بخبر فوز المنتخب الوطني لكرة اليد الحقيقة أنه بقينا متميزين بشكل كبير جدا في كرة اليد ومباراة المباراة ما كانتش مباراة سهلة دي تونس اللي محققها عشر ألقاب في بطولة أفريقيا لكن دي مرة تانية للمنتخب الوطني بعد البطولة اللي فاتت برضه كان النهائي عربي مع تونس وكان هناك وحقق المنتخب النجمة السابعة ليه في بطولة أفريقيا في الحقيقة أنه يعني حديث ممتد عن المنتخب وعن أبطاله لكن عايز أبدأ مع حضرتك من التنظيم مصر بتنظم البطولة المراضي وكواليس التنظيم أكيد يعني كتير عايز أسمع من حضرتك عن استضافة المنتخبات هل نتكلم في 13 منتخب الإقامة يعني حكتوا حطيني في الكواليس طبعا في البداية بشخ حضرتك المقدمة الجميلة دي لكن حب نقول ونعرف الناس أن مصر لما تجيب تنظم سواء مش شرط فكورة اليد فأي بطولات سواء رياضية سواء ثقافية سواء اكتبعية سواء سواء بتبقى رقم واحد بطولة أفريقيا لما نظمناها كان في وقت قصار جداً فاربعين يوم يعني احنا خدنا القرار أو للتحدي لكن للتحدي المصر الكرة اليد الحقيقة عنده خبرة بالزبط لأنه احنا شفنا أنه أول حدث رياضي تم تنظيمه بعد جائحة كورونا كان كاس العلم لكرة اليد على أرض مصر طبعا وكان تنظيم هايل ومشارف الحقيقة وكان يعني الناس كلها بيقول ده كان رزق عالي جداً ونجح بطولة عالم مش بطولة أفريقيا بقى لأ هي بطولة عالم فالحمد لله لأ احنا بنعرف النظم كويس قوي وبننظم على مستوى عالي فبالنسبة لبطولة أفريقيا حضرتك لو لما هنشوف هنلاقي فيه تنظيم فيه وزارة الشباب ورياضة على رأسها الدكتور أشرف صبحي الاتحاد المصري لكورة اليد دكتور محمد الأمين طبعا نخش بقى فيه لجنة المنظمة كابتن محمد الألف وكابتن عمر صلاح وكابتن عاصم انت بتعملي هنا بقى ورشة عمل الفرقة بتيجي في المطار أول ما بتجي من المطار لغاية لما بتوصل أوتيل دي مرحلة دي لجان لجان الإعاشة لجان الاستقبال لجان المراسم كل ده انت عندك كمان التدريبات لجنة المسابقات ولجنة الملاع اللي بيشتغلوا في الكلام ده يا كابتن هل هم متطوعين تم تدريبهم ما نقولي مثلا لجنة لجنة الدكتور شريفة مولانين اللي هي لجنة المتطوعين دولة خبرة الشباب الجميعي اللي هو اشتغل قبل كده في بطولة العالم احنا الدكتور شريفة بيختاره زي دكتور محمد نفعاد في لجنة الملاعب بيختار الناس اللي تتناسب معاه زي المهندسة نسرين في لجنة المسابقات بتختار المتطوعين اللي يتناسب معاها اللي يعرفه يدير المنظومة خد بالك انت خلاص زي نحن الوقت على الهوى هناك في البطولات دي انت على الهوى في الملعب خلاص الاتحاد الافريكي بيشرف فبيشرف على الحاجات اللي انت عملتيها فدي خلاص انت درياضة فحاجة صرح قدامك انت بتنفذي صحيح تدريبات للفرقة لازم الغرف تبقى تمام الجداول يوميا بتتعمل فبتتبقى تقابليها بيوم الماتشاط البصات بتاعت الفرق كل حاجة الفريق معايزها بيبقى فيه اتنين جايد مش جايد واحد بس مع كل فرقة وعشان كده هي خرجت بالشكل الجميل ده بنسبة للتنظيم لما تيجي نتكلم بالجمهور تاندك الشركة الافريقية عملت حاجات جميلة جدا النهاردة الامن ما بقاش امن صريح يعني احنا غيرنا مفهوم الامن النهاردة الاكاديميات بيتيجي والولاد الصغيرين اللي هم تسع سنين عشر سنين حداشر سنة الامن بيخدهم بيقعدهم بيبقى فيه كنترول كنترول عليهم فعشان كده دي حاجة مهمة جدا لانه اهالي كتير جدا بتكون عايزة ولادها يروحوا برابا عليك بزاق في امان اه في امان طبعا وخصوصا لما يكون يعني مش دايما الفرصة بتكون عندنا انه تكون بطولات كبيرة زي دي مقامة عندنا وكمان انتخابنا متصدر فيها بالشكل ده فعايزة ابعت ابني او بنتي يحضر وبقى متطمين عليه بزاق هي دي النقطة اللي هم وصلوها الشركة الافريقية لما كلمت مع محمد بنبيل واللي هو الشريف طلعت لأ فعلا انت بتسيب ابنك وبتطميني بتسيب ابنتك وبتطميني بتتفرجوا على المباراة صالة في منتقى الشياكة حاجة يعني حاجة انا لعبتها اني بقول وسافرت اوروبا لكن صلاة اللي تعملت في كاس العالم دي لا 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 صلاة حاجة عظيمة يعني تليق هننعمل اي بطولة في مدود فعلا المنتخبات المشاركة ايه على يعني حيك بتكلم عن صلاة عالمية وتنظيم يعني المستوى العالمي في بطولة العالم اللي فاتت والمستوى الافريقي في البطولة اللي احنا فيها لما انت تتكلمي مع السويد وتتكلمي مع فرنسا اللي هو المربع الزهبي لبطولات العالم الناس اللي بتاخد بطولة اوروبا امم والناس اللي بتاخد بطولة العالم بتقولك ده من احسن من احسن الصلاة اللي احنا لعبنا فيها الناس دي خبرتها عالية جدا ان ده ناس بتلعب على مستوى عالي سواء في صلاة في السويد، في الدنمارك، في ألمانيا، في فرنسا صح أو لا؟ النهاردة أنت بتشوفي التوانسة هقولك ممكن أعلى كتجري في البطولات الأفريقية اللي معانا يعني مش هقولك مصر يعني إحنا مش هنشهد على نفسنا صحيح كويس؟ لا الناس فخورين أنت النهاردة بتنزلي بتلاقي كل حاجة في الملعب كل حاجة في القوضة بتاعتك التدريب بالمعاد عايزة رح مع حيك بقى للماتش بكرة الفاينل كامبردي يعني مفاجأة أنه يصل للنهائي ودي المرة الأولى ليه في النهائي منتخب المصري تخطى عقبة صعبة تونس منتخب مش سهل أبدا منتخب متميز في اللعبة دي يعني لكن كمان كنا منتكلم على أنه المنتخب المصري دلوقتي لكرة اليد فترة من أزهل فترات لأنه في أجيال مختلفة في المنتخب كلها خبرات وخبرات ثقيلة وأعتقد أنه يمكن ده بيساعد بنسبة كبيرة المدرب الأسباني بارونو جريسا والمدرسة الإسبانية برضو المستمرة معنا اللي فات كان أسباني وده أسباني فهل هو المدرب الأسباني كلمة السر مع المنتخب والمدرسة الأسبانية دي ماشية معنا ولا حيكون في تغيير وإحنا داخلين على بطولة كاس العلم في شهر واحد اللي جاي لا أنا هقول لك حاجة في البداية طبعا ماتش تونس كان ماتش صعب بس كان ممكن يبقى أسهل من كده بكتير يعني برضو في خليتكلم بصراحة برضو الكوتش في فرق بين المدرب والكوتش الكوتش لازم يبقى لامم الأمور بارونو فيه ممكن أوقات في حاجات ما لعبش بيعني كان لازم يلعب خمسة واحد في وقت كان لازم يلعب خمسة واحد هو لعب الطريقة بتاعته اللي هي مصرة عليها كان لازم يغير يعمل روتيشن يعني إذا كان واحد أو اثنين هو استمر عمل تغييرات كتير لا استمر في الستة الأساسين دي حاجات برضو لكن انت عندك اللي بتدريها بالمعنى كده انت عندك لعيبة على مستوى عالي محترفين كمان انت في جملة قلتية قلت ليه قلتي دي من أحسن الأجيال اللي جات هي فعلا من أحسن الأجيال اللي جات والجيل ده مش هيتعوض في مصر ليه قلت النهاردة رابع أولمبيات عشان توصل للربع أولمبيات نقول برضو لأستاذ المشهدين الأولمبيات أكوى من بطولة العالم الأولمبيات انت بتاخدي 12 أكوى فرقة في العالم كاس العالم ممكن القرعة تودكي في مجموعة بالمناسبة مجموعيتنا في كاس العالم اعتقد كرواتيا وأمريكا كورواتيا تالت أفريقيا احنا منتظرين بقى المباراة المغرب و تونس المغرب و تونس طبعا يعني بين التوانسة يكسبون التوانسة برضو ماتش انا رجعتنا للماتش بتاعتوني التوانسة بيعرف يلعبوا تحت الضغط التوانسة الدوري تحتهم قوي غيابات إصاباتهم لا 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 فرقة حلوة عمل الجيم كويس قوي فحيح طبعا عمل الجيم كويس قوي انا قلت المدرم قلت له مبروك قل مبروك كابتر حسام لمنتخب مصر قلت له انا ببركلك مبروك على التوليف والروح دي الحقيقة ان انا يعني طول الوقت الروح العربية دي منتقب عربي لازم تكون موجودة وبسعد انه مفيش بطولة نظامة على ارض مصر ومنتخب عربي حصل له اي ازمات او الجماهير بتوعش تاكو او 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 دايما عندنا الروح دي محافظين عليها وده شيء مهم جدا ارجاء الوهران لسه جايين من البحر البيض صحيح الجمهور الجزئيري بيشجع متشجيعوا للمصريين صحيح صحيح كانش الافت جدا يعني بالزبط فهذه الامور يعني حتى التوانس لما بعد ما خلصوا بعد ما خسروا مبارع لا لا سلموا على اللعيبة الموضوع كله هي الرياضة بتبقى يعني ليها سمة جميلة هي العملية مش مكسب خسارة مش هنكسب على طول ومش هخسر على طول لكن هي الروح هي اللي بتبقى موجودة على طول طب عايزين تماني يا كابتون نتكلم عن الدعم الجماهيري بيفرق معاكو ازاي بيفرق مع اللعيبة ازاي بيوصلوهم الكلام اللي الناس بتكتبوه على السوشيال ميديا بيفرق معاهم دعم اللعيبة الهتفات داخل الصلاة بتحمسهم ازاي ويمكن احنا متعودين المصريين على انهم يهتموا بكرة القدم لكن مؤخرا الحقيقة وخصوصا في الأولمبياد كان فيه اهتمام كبير جدا بمنتخبنا الوطني بكرة اليد والأداء البطولي اللعيبة كانوا عاملينه وبكاءهم بعد بعد الخروج رابع يعني أبكينا جميعا ومع تقدش احنا نقدر ننسى اللي حصل في الأولمبياد طب لو اقولك حاجة وانا بالعب فرق شاسع جدا ان انت الجمهور بدون جمهور وبجمهور هتقولي لي ازاي هقولك اول حاجة نفسيا تاني حاجة انت بتطلعي اقصى حاجة عندك اقصى حاجة عندك انت بتطلعيها في فرق ان انت تلاقي صالة بدون جمهور فانت بتلعبي عادي اكنك بتلعبي ماتش عادي نفسيا حتى ما فيش حمية ما فيش حماس انت النهاردة بتبصي على الجمهور النهاردة الجمهور المصري في الشارع حافظ اللعبة حافظ اللعبة كرتلاد اساسيات صحيح حافظ حاجات كثيرة جدا انت بتقولي في الأولمبياد الناس زعلت خد يبالك طموح الشعب بتعلق سقف الطموح بيعلى يعني النهاردة هو بيقولك في يناير احنا خدنا الرابع أولمبياد لازم يا كابتن نلعب فينال هو هو حقه كأرقام هو صح وبيكلم صح فهو خلاص موضوع الكرة هو آه أي بلد فيها كرة لكن مش أي بلد بتحصل فيها تطور في كورة اليد زي اللي عندنا انت دخلتي بعد ما كنت في العزماء السبع زمان انت النهاردة بقيت في الأربعة الأوائل ودي طبعا مهمة صعبة جدا 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 للاتحاد لأن برضو خد بالك أيمن صلاح عليه حمل اللي هو مدير المنتخبات عليه حمل جامد تقيل انت النهاردة رابع فالشعب الجمهور كله محتاج إيه انت رابع هتدور عليه على المداليا بقى صحة ولا لأ فهي دي في خمس شهور أو ست شهور لغاية كاس العالم فطبعا مسؤولية صعبة سؤال انت سئلتيه هل المدرسة الأسبانية تتناسب هي بتتناسب كل حاجة تتناسب لكن انت النهاردة لازم تغيري صحة ولا لأ انت وصلت للطب طيب انا عايز بقى واحدة لفوق بقى عشان اوصل للفاينال للأول تاني هي دي فهل المدرسة الأسبانية تساعدني ولا هل المدرسة الألمانية ولا المدرسة الفرنسوية دي الاتحاد بيدرسها بيدرسها ده شيء مهم جدا يا كابتن ان احنا نشتغل على امكانياتنا ونبرزها بشكل كبير ويعني ده بيمتعنا بقى احنا كمشاهدين بمنتخبنا الوطني لكرة الياد ان شاء الله النجمة تمنى تكون مصرية ونحتفل يعني جميعا بكرة بالنجمة التمنى في بطولة كاس الأمم الأفريقية تكون نجمة مصرية بذكر حضراتكم وكمان يعني الهاشتاج الخاص بدعم منتخبنا الوطني بكرة في مباراته النهائية امام منتخب كامفرد في بطولة كاس الأمم الأفريقية شجع ابطال اليد والنجمة التمنى مصرية بإذن الله أنا بشكر حضرتك كابتن حسام شكرا جزيلا على وجودك معنا ان شاء الله نحتفل بكرة بالنجمة التمنى لمنتخبنا الوطني لكرة اليد